حضرة النبي يخلي الراجل المتجلود في الحد يقول إنه ما زال يحب الله رسوله والتاني يقوله على فكرة أنت مش مؤمن لأنك عاصي فده مش متبع لسنة رسول الله أبداً ده مش متبع لحضرة النبي مش مطيع للرسول الله المطيع للرسول الله يحب بالناس في الله ويجعلهم يقبلون عليه ولذلك موطوع بتعرفض الحق والإصرار على الباطل ده مش غريب ده موجود في القرآن وتلاقيه على لسن مؤمن أهل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار طب يعملوا إيه بها تدعونني ليه لأكفر بالله هم بيدعوه إلى هذا بيدعوه إلى هذا فهو لازم يبقى حنا عارفين أن فيه ناس بتأبى وناس سيصل بهم الحل إلى حاجة أخطر يبقى أخطر شيء ممكن يؤدي إلى شقاء الإنسان أنه هو يضل يضل عن مين؟ عن اتباع الحق اللي رمزه الأكبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه آفة خطيرة جداً وهي الاستكبار وإن واحد يشوف أنه خلاص ما حدش هيأتي بأبعد ولا بأحسن مما أتى به وعشان كده ممكن نشوف ده أحد أهم أسباب ترضي إبليس من الجنة وترضه من رحمة ربنا وليه ده جاء في الأثر اللهم أرينا الأشياء كما هي ليه كما هي عشان لا نراها نرى أنفسنا أكبر من كل شيء وعشان كده كان من أدعية السلف اللهم أرينا الحق حقاً ورزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه لأن فيه ناس كتير بتصاب ولعيازوا بالله بعمى عن رؤية الحق وذلك أهل الله دايماً يشوفوا الحق وفي حالة بيحصل أنه يشوف المجتمع الكل ويشوفوا أنه مصر على الباطل مع وضوح الحق فيهم لكن فيه ناس بتشوف الحق وترجو أن الناس تشوف الحق ويتسبقهم إلى الحق زي ما الإمام الشفعي يقول ما جلدلت أحداً إلا وسألت الله أن يزهر الحق على يديه وعشان كده القرآن أمرنا بالتقوى عمل الخير لأنه دا بيحقق العبد حاجة اسمها فرقان يعني يجعله يقدر يفرق ما بين الحق والباطل اسمع كده قوله وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فلما ربنا يريد بأحد خيراً يكرمه بهذا الفرقان اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى يلهم العبد الرشد ويعينه على شرور النفس الأمرت بالسوء وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثل لأشخاص لما عرفوا الحق وظاهر ليهم اتبعوه فنفعهم في الدنيا وفي الآخر في حديث حسين الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إلها قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تدعوه لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما ولو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي شوف كده هذه الدعوة العظيمة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمها له وكمان إيه يعلمها لنا اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي إلهام الرشد والحماية من الشرور النفوس من أعظم الأمور التي تعيني الإنسان على قبول الحق والخضوع لي وترك المكبرى والعناد وعشان كده من أوضح الأمثلة اللي احنا ممكن نشوفها العتراض والإباء قال الأخنس ابن شريك يوم بدر يا أبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق إن هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيره ما فيش حد لا يوجد حد من قريش أحد غيره وغيرك يسمع كلامنا فقال أبو جهل ويحك والله إن محمد ألا صادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء وبالحجابة وبالسقايا وبالنبوة فماذا يكون لسائر قريش فأبو جهل عارف إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صادق ده مش عارف كده بس ده عارف إنه مستحيل إن سيدنا محمد يكذب فس هو بيقولك إيه لو راحت لو خدوا كل حاجة خدوا السقايا والحجابة وخدوا كمان كل الخدمة وخدوا كمان النبوة إيه اللي فضل لقريش تبقى عندها في القبائل وماذا ذلك يأبى الإسلام ويأبى إلا أن يكون في النار وعشان كده استحق عن جدارة لقب أبي جهل فهو أبو جهل فيلم ليه؟ لأنه عرف الحق وأعرض عنه فده نموذج واضح جدا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى